اهلا بكم هنأت وزيرة المهجرين غاد الشريم في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيد الأطحى مشيرة إلى أن أجواء العيد القاطمة هذه السنة تحتم علينا حكومة ومسؤولين التحرك بفعالية كل من موقعه لوضع حدل تضحيات الشعب اللبناني الذي ذاق الأمرين كشف مصدر لقناة I24 News الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس أمر الجيش بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ حزب الله أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين ردا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية وأوضح المصدر أن أجانس أصدر هذه التعليمات في شلسة عقدة الخميس بحضور رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي وعدد من كبار القادة في الجيش مشددا على أنه إذا نفذ الحزب أي هجوم فسنرى ردا إسرائيليا غير مسبوق ضد لبنان وبناه التحتية ومنشآته الحيوية اعتقلت الشرطة الإسرائيلية نشاط ناشطا من جماعة يمينية اعتادت أن تتعرض للمتظاهرين اليساريين وذلك أثناء تظاهر ضد رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو في القدس أمس الخميس وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أن الاعتقالات جاءت بعد أن خرق أنصار جماعة تطلق على نفسها لا فاميليا النظام العام وألقى بعضهم الحجارة واعتدوا على متظاهرين وعلى أفراد من الشرطة خلال تظاهرة قرب مقار إقامة نتنياهو في القدس شارك فيها حوالي ألف شخص وفق تقديرات وسائل الأعلام الإسرائيلية وفي تل أبيب تم تنظيم احتجاج متواضع بالقرب من منزل وزير الأمن الداخلي أمير حانا احتجاجا على تعامل الشرطة مع المتظاهرين لفت المرشد الإيراني السيد علي خامنئي إلى أن الأعداء هم بصدد إذاء الشعب الإيراني وعلينا أن نجهز كل طاقاتنا ودفاعاتنا ولسيما في القضايا العلمية وأشار إلى أن الخطر أو الحظر الأمريكي هو جريمة كبيرة تستهدف الشعب الإيراني وهدفها إيصاله إلى طريق مسدود وأرى أن الهدف من الحظر الأمريكي على المدى الطويل هو أفلاس الاقتصاد الإيراني معتبرا أن هناك سعي لضرب الروح المعنوية للشعب الإيراني من خلال تحريف الحقائق المجاز انتهى إلى اللقاء اشتركوا في القناة